قررت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي تغيير تاريخ صب المنحة الخاصة بطلبة الجزائريين من الثامن عشر من كل شهر إلى ما بين الثلاثين والخامس من كل شهر وذلك بطلب من وزارة البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية ويدخل هذا الإجراء حيث التنفيذ بداية السداس الأول من سنة الجارية حتى لا يتقاطع وتاريخ صب أجور الموظفين وتخفيف الضغط على وزارة البريد أتصريح في ميكروفون أميرا متدش فعلا حتى لا يكون هناك اكتظاظ وحتى يتسلم الطالب منحته بكل أريحية فالتمس مننا سيد الوزير أن يكون صب هذه المنحة بين ثلاثين من كل شهر ومن ثلاثين وخمسة في الشهر وبالتالي اتفقنا على هذا التاريخ وستصب بالتالي المنحة بين ثلاثين وخمسة من كل شهر إذن هذا بطبيعة الحال بعد اتفاق وطلب من الوزارة الوصية على البريد والمواصلات